هما اللي عندهم متحمل. انا بارين تو عندي يوم لتنين. اه اه اوكي اوكي خير ان شاء الله. انا بكرة الصبح كمان ياولاد هفتح زوم ميتينج الصبح ومعايك ربيجان لغاية لما تقوله بس. اوكي? فانا بالنسبية لي خلص question one كده هرسنيه. مفيش اي حاجب لك ايه? هيجيب لك السؤال المتوقع بقى. speed time graph. بعد كده يقول لك find the acceleration. وبعد كده يديك the mass of object هتبقى given. ويقول لك find the force. فانت الفرصة عندك mass into acceleration. خلاص? طبعا نيطلب انك distance travel. ولو تخلي بيقى distance travel يبقى distance area under graph. وممكن كمان يطلب ال average speed. فال average speed هتبقى equal 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 total distance over total time. اللي انت حسابتها دي. over total time بتاع الكروف كله. ده اول سؤال هيجي لك في الامتحان. ممكن يجي لك سؤال بشكل تاني خالص. يبعد عن الموشن خالص ويجيب لك سؤال اللي علاقة بالdensity. والvolume. والarea بتاعة الميجورينج كلها. خلاص? ده طبعا question sound مش ابقى في اي حاجة. في شوات points عايز اركز على في الدensity. الدensity اللي هي row equal mass over volume. اللي يرد بتاعتنا ياما كيلو جرام بير كيوبك ميتر. ياما جرام بير سنتيميتر كيوب. الobject اللي بيبقى عنده less density بيعمل float. more density بيعمل sink. اه كان فيه اه كان جايب اه تقريبا هيليوم بالون او بالونة فيها hot air. وبعدين البالونة دي عاملت jump rises فوق. وقالك هي تلاتة لفوق. عشان هي كان فيها هيليوم والdensity of helium less than density of air. فعشان كانت تلاتة لفوق. طيب لما بيطلع لفوق ايه اللي بيحصل? الpressure بيحصل ايه? as we go up. الاتموسفيريك pressure بيحصله ايه? خلي بالك as we go up. الاتموسفيريك pressure بيقل. والبالونة دي مقفولة. فالpressure جوه انت نفخت البالونة وانت تحت على الارض. فالpressure جوه equal pressure بره مثلا. او بلاش equal. مايناها هيليوم. فالهليوم عنده ناستي اقل? فتلع فوق. طيب. جي قالك لما تلعت فوق ايه زيز بتاعها زاد? ليه? قصة الpressure جوه بره اقل والpressure جوه اعلى. فالجاز بارتكيز بتعمل push عشان الpressure جوه اعلى. فشكلها زي ما يكون بالتاعها عمل increase. طيب. ايه القزن التاني اللي ممكن يجعلنا? اي حاجة تانية في الجنرال فزكس. ايه اللي هي ايه? عندك مومنت. عندك مومنتم? عندك pressure? كل دول سؤال من دول بيجي. والسؤال التالت هيبقى عن الانرجي. يبقى ده او ده او ده بياخد منهم point. او 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 طبعا هوكس لو. باقي. تعالوا ناخد واحدة واحدة. انا في الكلاس اللي فات شرحت المومنتم. النهاردة راجعنا على المومنتم. هراجع بقى على المومنتم. اهم حاجة في المومنت. ايه? هو هيديك شكل ايا كان الشكل. خلي بالك بقى. اصلا انت البين بتاعك مش شرط يكون هورزونت اسهل شكل ان هو يدهولك كده. ده ما بيجيش في المطحانات. بيجي في 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 بيبر فور بيديك شكل. والفورس. الشكلة. يعني ايه? يعني مسلا يقولك عندك بسلم. السلم ده موجود ازاي كده? بالشكل ده كده. ايه وبعدين يعني. وبعدين قالك ان الوال دي. الوال دي بتعمل فورس في ده. طب والادر ده ساند فين? ساند هنا. يبقى هنا اللي بيفط. طب انت عايز الفورس دي المومنت بتاع الفورس دي. المومنت بتاعها ايه? المومنت بتاع اي حاجة? ايه. فانت الفورس بتاعتك دي هتشوفها كام? مثلا تن نيوتن او اي ان كانت البري تبيعتها كام? المهمة البربينديك لر ديستنس. البربينديك لر ديستنس بنجيبها زي. بعمل اكسنشن للفورس. شايف خط الفورس ده? بعمل له اكسنشن ليفت او رايت. وبعدين برجع اقف عند البفوت. واطلع على اللين بتاع الفورس. يبقى ديستنس دي هي دي بربينديك لر ديستنس بتاعتي. شوفها بقى يكون مدهلك من هنا الهنا. بديك دي مسلا اه ثري ميتر يبقى هي دي بربينديك لر ديستنس. خلاص? اهم حاجة في الكوشنز دي تحدد البربينديك لرس. تعال اقول لك على الكوشن تاني. هيديك انكلين بيم او هوريزونت ال بيم بس الفورس هي اللي معي لها. هيديك فورس بانجل كده. فورس كده. اوكي? واي دي البفوت هانا? معلش عادي تعيدي سؤال اللادر ده? هعيده بشكل تاني. دي فورس. اوكي. وده بفوت. انا عايز احسب البربينديك لر ديستنس هي ايه? او اي ديستنس دي? هتبقى رونج. طب how can we get the perpendicular distance? امشي على السابس اللي انا هقولها لك. step number one. extend the line of force. extend the line of force. ما تديلي خط الفورس ده. اهو كده. وبعدين ققفة عند البفوت. اهو. انزلي على line of force وعميه 90 ديجري مع line force. شايفين كده? دي كده 90 ديجري صح? طب الخط اللي حاركة عم تقولي extension ده ايه? ده. ده force. ما تجيش جام وده مش دستنس. الدستنس ما بين البفوت والفورس هو ده البربينديك لر دستنس. يبقى ساعتها لو قلتليك ان الفورس دي ايقوى مثلا 200 نيوتن. والدستنس دي ايقوى 5. او في الامتحان هيديكي بالفعل دي وهيديكي دي. وانت تختاري ان فيهم البربينديك لر دستنس. فيبقى المومنت ساعتها ايقوى ايه? force times perpendicular distance يعني 200 times 5 يبقى ايقوى كم? 1000 نيوتن ميتر. بصلا. اوكي? في مشكلة عرفت اتاني حدد بربينديك لر دستنس? زي مثلا انا هقولك فيه question مش فاكرة صراحة. كان جايب كده عربية كده جاب وقفة كده. وفيه انا مش بعرف ارسم الحقيقة يعني. بس فيه عم قاعد بيعمل force كده. بيعمل force يزوء العربية دي كده. خلاص? والعربية هو لما يزوء العربية دي العربية استنده على الموجود هنا. يبقى هنا الباوت بتاعي. الفورس بتاعتي كده والباوت هنا. فين اقف عند الباوت وانزل على الباوت بلاين عاملناك تقريم على الفورس. ايدي الباوت بطلع لي كده. هي دي بتاعتك. اه اه انا بالنسبة لنا المومنت. لس?wormwithnisم مش جائع قوي في بابور فور. جائع اكدر في بابور دوت. اه المومنتم احنا رجعنا عليه في الكلس الفاتح. اه اه في المومنت سؤال بالانجل. حالوidه يبقى صوريه معكي على الواتساب طبعا مش اوكي ايه يشبه ايه يشبه يا خبيبي طيب ايه نكمل بقى احنا كده ايه ممكن الفيكتور طيب تاني سؤال باعلا هجيلك سؤال عن الفيكتور وده سؤال اللي تتقيقصان اللي فاجت كل كل الـ سواء كان ايه ماي جون او اكتوبر نوفمبر كل الـ اللي جت فيها نفس السؤال باشكال مختلفة نفس الارقام ونفس الطريقة ازاي يعني يقول لك عندك الواتر او الواتر كورنت ماشي في الـ داركشن ده عملا سبيد كام 2 متر per second مرة يجيبها لك في شكل واحد سويمر بيعمل ماشي في الـ داركشن ده السويمر ده بيعمل بيتحرك بسبيد مثلا 2 متر per second عايز ايه حضرتك عايز الـ resultant force or resultant speed او resultant velocity بيعمل ثجر السيرم يبقى البيه بتاعتي square root لأيه 2 square plus 20 square جبت الـ resultant force يتلعلك رقم meter per second بعد كده بعد ما جبت الـ resultant force انت عايز تجيب الـ direction الـ direction يجيب ازاي الـ direction اكتبك الـ rule دي مهمة جدا 10 minus 1 وهو h of 10 يعني 10 minus 1 y over x مين الـ y والx حبيبي دي كده vertical دي كده horizontal ده ال-y وده ال-x يعني انت قديتك دي 2 ودي 20 فالـ resultant force هتبقى كده فبنت عايز تجيب الـ direction هو ده هيتلعلك angle تجيبت قليل degree وتقول with horizontal مين الـ horizontal هنا مثلا riverbank يبقى with riverbank اوكي الميتين خلاص بقي 4 minutes فممكن نعمل هاقفل الميتين ونفتح تاني عشان ما يقفل شوحنا شغالي مثلا كان عندي سؤال فضل حبيبي اه هو انا ممكن بعد ما اعمل مثلا في square كده لوحد واشيك على اجابتي بالكوزاين رود والصاين رود بالتراج بس هو الافضل دلوقتي تشتغالها بالسان والكوزاين هو احنا بحطها بالتان على طول ده يضغل لك رقم صحية هو دايما بيحسبها بالتان وبعدين مثلا الـ resultant force او resultant vector بتاعه تلع مثلا 13 فيحط لك رينج من عنده هو يقول لك مثلا من 11.5 لمسلا 14.5 فهم او من 12.5 هو بيحط رينج من عنده بس هو اصلا بيكون حذبها بالكالكوليشنز بالسان صيد الافضل بدل المرسم يعني بعد مرسم يعني في square لوحده كده شكريك بماثماتيكلي ممكن طبع يعني ممكن تعامل ده بعد ما تخلص الامتحان وانا وانا بقول لك انا بقول لك الى تتحل بالكوزوين بالكوزوين فانكشنز او اللي هي الرول بتاع تلتان على طول اسهل هو دايما هيجيلك واحدة كده واحدة كده او واحدة كده والتانية كده او كده وكده المهم للتانية بينهم عشان يخليك تستخدم عشان دي حاجة من الحاجات الجديدة في السلة بس بتاعنا اوكي يلا نريجوين بقى مرة تانية